ولما من رب الرحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون كن مبيل وأن أحبط المستقيم أَفَلَمْ تَقُونُوا تَعْقِلُوا تَقْبِلُوا تَقْبِلُوا اشتركوا في القناة لتكن سنة 2012 سنة استثنائية حيث حصل على وسن الاستحقاق الوطني من الدرجة الممتازة على الأستاذ الكرمى لمدينة مكناسك رئيس للمحكمة الابتدائية سنة 2013 وفي نوامبر 2022 عين رئيساً أولاً لمحكمة الاستئناف بوجد الأستاذ الكرمى مسؤولية منصبه لا تسنيه عن العمل الجمعوي فقد انتخب رئيساً للمكتب الجهوي للويدادية حسانية للقضاة بالمكناس سنة 2010 كما ترأس وفد الويدادية الحسانية للقضاة في اجتماع المجموعة الإفريقية للقضاة المنعقب في مكوت عاصمة المزنبيق في نوامبر 2012 انتخب الإمارات الثانية رئيساً للمكتب الجهوي للويدادية الحسانية للقضاة بالمكناسك في أكتوبر 2014 وفي نوامبر 2014 ترأس وفد الويدادية الحسانية للقضاة في المؤتمر السلخمسين للاتحاد العربي للقضاة المنعقب في مدينة إيقواسو بالبرازيل مدينة الحسانية للقضاة بين يام عاصمة النجال تسلم الأستاذ محمد الكرمة جائزة الانفتاح على الإعلام من قبل إذاعة المدينة الثانية في فبراير 2017 كما عينه المكتب الجهوي للويدادية الحسانية للقضاة بمكناس رئيساً شرفياً لا في أكتوبر 2019 كما تم تعيينه في نوامبر 2019 كعضواً في لجنة الحكماء من قبل رئيس الويدادية الحسانية للقضاة يوم تاتين نوامبر 2019 تم تكريمه من قبل الويدادية الحسانية للقضاة ومكتبها الجهوي بمدينة تطوان بالإضافة إلى ترأوسه لوفد الويدادية في العدد من المؤتمرات الدولية والعالمية يعتبر الأستاذ محمد الكرمة أحد مؤسسي فريق أشبار جبيرة لكرة القدم الذي كرمه سنة 2007 عرفاناً بكونه أحد مؤسسيه اشتركوا في القناة